موسيقى أهلا بكم إلى موجز الحادي عشرة من قناة الجزائر الدولية بداية قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس إن عملية القدس المحتلة رد طبيعي على عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه واعتداءات المستوطنين في حق الشعب الفلسطيني وكانت مصادر إعلامية أفادت بجرح سبعة مستوطنين إثر عملية إطلاق نار فجر اليوم استهدفت حافلة وسجارتين تابعة للكيان يأتي ذلك أجاما بعد عدوان الاحتلال على غزة والذي دام ثلاثة أجام وخلف في آخر حصيلة استشهاد تسعة وأربعين فلسطيني بينهم سبعة عشر طفل وأربع نساء وثلاثمائة وستون مصابا بجراح متفاوتة قال المجلس الأعلى للقضاء في العراق إن المجلس لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب داعيا كفة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية قرار المجلس يأتي ردا على مطالبة زعيم التيار الصدري مغتدى الصدر بحل مجلس النواب خلال أسبوع هذا ودعى التيار الصدري السبت إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد غير أنه لم يحدد موعدها بعد ذكر التقارير العالمية أنه تم إخلاء مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا اليوم الأحد بعد أن فتح مسلح النار وقالت التقارير الإخبارية أن شرطة ألقت القبض على مطلق النار وفيما لم تعلق على الفور وقالت أنها ستصدر بيانا قريبا أظهرت مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة لرجل داخل المطار بينما كان المسافرون ينتظرون إليه أو ينظرون إليه كما تجمع منذبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء لقي شخص مسرعه مساء السبت وأصيب 17 أخرون في عملية دهس بسجارات لحجز من المواطنين في أحد شوارع مدينة بيرويك بولاية بينسلفانغا شرق الولايات المتحدة حسب ما أفادت الشرطة المحلية وقالت الشرطة في بيان لها أن رجلا يشتبه بتنفيذه دهس كان رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له مضيفة أن الرجل لا يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيكو أو نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم نفت جبهة تحرير شعب تيجري الإثيوبية أن تكون قد حصلت أي اتصالات مباشرة بينها وبين الحكومة الإثيوبية ردا على بيان صدر عن الاتحاد الافريقي بشأن النزاع المسلح بين الطرفين منذ نوفمبر من عام 2020 واعتبر المتحدث باسم الجبهة جيتاشي وريضا أن خبرا أوردته وكالة فرونس بريس الذي نقل الخميس الماضي بيانا عن الاتحاد الافريقي اتحدثوا عن التزامات مباشرة هو فبركة تامة وكتب جيتاشي عبر صفحته على تويتر أنه ببساطة لم تحصل التزامات كهذه تحتفل باكستان القوم بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المصادفة للربع عشرؤوت من كل عام وتقام مختلف الفعاليات بمناسبة يوم الاستقلال الذي أعلن عنه الزعيم الباكستاني محمد علي جناح في عموم البلاد في الرابع عشر من أقوة 1947 وفي نفس اليوم أعلن محمد علي جناح قيام جمهورية باكستان الإسلامية وأصبح أول رئيس لهذه الجمهورية الوليدة قتام الموجز تابع ألتوني فور نيوز على منصات التواصل الاجتماعي كما تجدون موقع الجزائر الدولية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة